السلام عليكم أساطير HD Action بطر فيلمنا النهاردة هو أشهر لص في العالم وفي واحدة من عملياته بيشهد على جريمة قتل بتحصل قدام عينيه لكن المشكلة كلها إن القاتل دايب أرئيس أمريكا وبيبدأ فيلمنا مع الرسام المحترف لوثر وهو قاعد في مدحف للرسوم وبيرسم بمنتهى الروعة وبعدها بيطلع على الحانة اللي بيقعد يرسم فيها دايماً وبيسلم عامل البار شريط فيديو عليه مباراة وبيمشي وبيرجع البيت بياخد المفتاح من الزهرية زي ما متعود يحطه دايماً وبيدخل ياكل لوحده كالعادة وبيطلع بعدها تصميم لبيت عملاق هو اللي رسمه علشان نكتشف إن البيت ده موجود في أرض الواقع بالفعل وبيروحوا لوثر بالليل علشان يسرقه وبيدخل لوثر بمنتهى الخفة والاحترافية وبيقدر يعطى الجهاز الإنذار قبل ما يضرب والدنيا تتلم حواليه وبيمسك رموت معين وبيضغط عليه فبتتفتح المراية وبيبقى وراها غرفة سرية مليانة بالتحف والمقتنيات السمينة وفيها كمان مجموعة من المال وكل ده بيعبيه لوثر في الشنطة اللي معاه بسرعة علشان يمشي من المكان لكن فجأة بيسمع صوت حد جاي برا فبيستخبى ورا المراية وبيقفل الباب وبنعرف إن البيت ده يبقى بتاع مساعد رئيس الجمهورية اللي اسمه والتر وبيتصدم لوثر لما بيشوف مرات والتر وهي دخل البيت ومعها رئيس أمريكا بنفسه اللي المفروض بتجمعه علاقة صداقة كويسة مع والتر لكنه بيبقى زير نساء وجاية قض الليلة مع مرات والتر بس بسبب السادية اللي عنده بيدرب كريستي فبتتعصب وبتضربه هي كمان والاتنين بيتخنقوا مع بعضه وبيجرحها الرئيس وبيحاول يخنقها بس كريستي بتفضل تسرخ وبتمسك سكينة وبتطعن الرئيس في دراعه وبتكون خلاص هتقتله وهنا بيدخل الحرس بتاع الرئيس وبيضرب النار فوراً على كريستي وبيقتلوها كل ده بيحصل تحت أنظار لوثر لأن اللي جوه الغرفة السرية يقدر يشوف اللي برة وطبعاً اللي حصل ده مشكلة كبيرة جداً لأن كريستي تبقى أمرات مساعد رئيس الجمهورية والموضوع مش هيعدي بالسهل وهنا بتدخل رئيسة الأركان جلوريا وبتتصدم من اللي بتشوفه وبيبقى واحد من الحراس اسمه بيل عايز يبلغ الشرطة عن اللي حصل لكن جلوريا بترفض وبتقوله أنه كده هيعمله مشكلة أكبر وبترسم خطة علشان الصحافة وهي أن البيت كان فيه حرامي وشاف كريستي فقتلها وفعلاً بيبدأوا ينظفوا كل حاجة وبيشيلوا البصمات من البكان وبيحطوا السكينة اللي عليها دم كريستي وبصمات الرئيس في كيس بس بينسوا الكيس فوق وبتطلع جلوريا جاري علشان تجيبه خصوصاً أنهم لمحوا خيال حد في الشباك بس لوثر بالسرعة عادية جداً بياخد الكيس اللي فيه السكينة وبينط من شباك تاني وبيدخل الغابة والحراس وراءه لكن لوثر بيقدر يهرب منهم فبيرجع الحراس للبيت من تاني وبيكتشفوا وجود الغرفة السرية وبيفهموا أن الحرام اللي كان موجود شافوا سمع كل اللي حصل وكده في خطر كبير جداً على الرئيس بعدها بيروح لوثر لصاحب الحانة وبياخد منه شريط الماتش وبيعرف أن الفريق بتاعهم كسب 7-0 وبيقرر أن يروح يقابل بنته كات اللي بعيد عنها من زمان وبيحاول يتكلم معاها لكنها بتصده فبيعرفها أنه هيسيب المدينة ويمشي ومش هيرجع تاني ولأن كات عرفة أنه لس فبتفهم أنه سرق مرة تانية وعلشان كده عايز يسيب البلد وبتعرفوا أنها مش مهتمة بحاجة عنه أصلاً لأن بقالوا سنة من ساعة موت أمها وهو ما بيكلمهاش خالص والشرطة بتوصل لبيت والتر وبيكتشفوا الجريمة اللي حصلت وكبير المحققين المسؤول عن القضية دي هو فرانك وبيستغرب الكل أن البصمات ممسوحة بعناية شديدة جداً من المكان وبيتكلم والتر مع فرانك والحزن باين عليه جداً لأنه كان بيحب كريستي وبيطلب من فرانك يعمل كل اللي عليها علشان يلاقي الحرام اللي قتل مراته سرق الغرفة السرية بتاعته كمان بيقول والتر أن المفروض كريستي كانت تسافر معاه لكنها غيرت رأيها في آخر لحظة وبيقرر رئيس الجمهورية يعمل مؤتمر صحفي يدعم فيه صديقه والتر لأنه السبب أصلاً أنه يبقى الرئيس دلوقتي وكمان علشان يبعد الشبه عنه ويعمل أنه بيساعد والتر علشان ينتئم من اللي قتل مراته وبيطلب من جلوريا تدور على اللص اللي شاف كل حاجة ده وتقتله قبل ما الموضوع يكبر أكتر وبيكون بيل سجل كل كلام الرئيس معهم لأنه مقتنع أن اللي بيعملوا ده غلط وقرر ياخد حذره أما لوثر فبيروح لمكان معين بيوفر له جوازات سفر مختلفة علشان يقدر يغادر البلاد بأمان وبتقول له الست إنها هتحاول تسلمه الأوراق بتاعته في أسرع وقت وبيبقى فرانك واحدة من المحققين عملين يتخيالوا السيناريو اللي ضارت به الجريمة لكن المشكلة إنهم مش فاهمين كويس لأن في حد وصل كريستي للبيت يوم الحادثة وكده يبقى فيه شخص تاني في القضية غير اللص واحتمال كبير إن ده الشخص اللي يكون قتالها أو اللص برضو لسه مش عارفين وبيلاحظ فرانك إن بيل جاله وبيطلب منه يخليه مطلع على القضية أول بأول لأن الموضوع يهم الرئيس شخصياً بسبب علاقته الواطيدة مع والتر وفي الليل بيروح والتر لقاتل معروف اسمه ماكارثي وبيطلب منه يستنى إشارته لما يعرف مين اللي قتل مراته علشان يستعد في الحال ويقتله وبيسيب له مليون دولار تحت الحساب وكل طلقة هتيجي في القاتل هتساوي مليون دولار كمان من والتر وبيقدر فرانك يحدد ستة أشخاص لصوص هما بس اللي يقدروا يسرقوا بيت والتر بالاحترافية دي والوحيد فيهم اللي عايش في المدينة هو لوثر اللص المحترف اللي ما تمش اعتقاله من تلاتين سنة وكل عملية كبيرة بتحصل بيستجوبوا لوثر بس عمرهم ما قدروا يمسكوا عليه أي حاجة فبيقرر فرانك إنه يبدأ من عند لوثر ويروح يقابله وعلى طول تاني يوم بيروح للمتحف اللي بيقعد فيه لوثر دايماً وبيرسم وبيقعد يتكلم معاه وبيسأله فرانك عن مكان وجوده يوم حدثة كريستي فبيقل له لوثر إنه كان بيتابع مباراة هو وصديقه اللي عنده حانة ويقدر يسأله عن المباراة دي زي ما يحب لو مش مصدقه لوثر كان بيتفرج على شريط المباراة هو وصديقه علشان يثبت إنه حضرها بالفعل وبيبدأ لوثر يقول له معلومات كتير جداً عن اللص اللي ممكن يسرق بيت والتر لدرجة إن فرانك بيتشتت وده بيبقى قصده لوثر أصلاً علشان يبعد الشبهة عن نفسه وفي الليل بيتسلل لوثر لبيت كاتو بيتفاجئ إن تلاجتها فضية فبيقرر إنه يحط لها أكل كتير وبياخد بعضه وبيمشي وبيعمل للرئيس مؤتمر صحفي وبيفضل يقول في شعارات كدابة عن البلد وإنه هيعمل كل اللي عليه علشان يساعد صديق عمرو والتر اللي بمثابة أب ليه مش مجرد صديق طبعاً بيشوف لوثر الكلام ده على التلفزيون وبيتضايق جداً من التعبان اللي متنكر في هيئة إنسان ده وبعد ما كان بقرر إنه يسيب البلد ويمشي بدأ يفكر إنه يقعد وياخد حق كريست بنفسه ويكشف الرئيس قدام العالم كله وبيروح في جولة سياحية في بيت الرئيس وبيسيب ظرف على الترابيزة وبيمشي ولما بتشوف جلوريا الظرف بتتصدم إنه في صورة للسكينة اللي عليها بصمات الرئيس ومعها رسالة إنه مش عايز فلوس بيبدأ الكل يحس بالزعر بسبب اللي حصل وخصوصاً جلوريا بس بيل بيتكلم وبيلوم عليها لإنها من البداية هي أصلاً اللي نسيت سلاح الجريمة في البيت وبيروح فرانك يقابل كيت علشان يتكلم معاها عن لوثر شوية وبيفهم منها إن علاقتهم ببعض مضطربة لكنها بتقوله إنه جالها من كم يوم وقال إنه هيسيب المدينة ويمشي وبتأكد له إن أبوها لو مش عايز يمسكه مش هيقدر يمسكه أبداً مهما حاول فبيقرر فرانك يأخدها ويروحوا يبصوا عليه وهنا بتتفاجئ كيت بصور كتير ليها في لحظات مختلفة في حياتها كانت مفكرة إن لوثر مش معاها فيها علشان تفهم إن رغم عدم وجوده جنبها في معظم فترات حياتها إلا إنه كانت بيرقبها وبيصورها من بعيد وبيحتفل كمان لكن لوحده وده بيأثر على كيت جداً وبيطلب منها فرانك تبعث رسالة لوثر وتطلب منه يقابلها ضروري لإنهم مش لقينه ورغم رفضها في البداية إلا إنها بتفكر لما بيقولها إن الموضوع مش سهل وممكن حد يقتل لوثر وعلشان كده بعد ما بيمشي فرانك بتكلم لوثر وبتتفق معاه يتقابله في كافيجان بالشغل عندها وبتبلغ فرانك بالمعاد وبيبقى بيل بيتجسس عليهم وبيسمع كل حاجة وبيجهز الحارس اللي معاه هو كمان وبيفضل لوثر طول اليوم يسمع الرسالة بتاعت كيت وهو حاسس إن في حاجة مش مظبوطة فسوطة في نفس الوقت اللي فرانك قاعد قدام كل أفراد الشرطة وبيوري لهم شكل لوثر علشان يستعدوا عند اللحظة المناسبة يقبضوا عليه لإنه ماهر جداً في الهرب وممكن في ثانية واحدة يختفي وبييجي تاني يوم ومكارثي بيوصل وبيجهز القناصة بتاعته علشان يقتل لوثر وكمان الحارس بيبقى موجود على الناحية التانية وبيجهز قناصة برضو علشان يقتل لوثر خلاف فرانك ورجالته اللي محوطين المكان وكده مفيش أي وسيلة لنجاة لوثر وبتوصل كيت للمكان الأول وبتقعد في الكافي والكل مترقب لحد ما بيلقوا لوثر جاي من بعيد وبيحاول يتخفى وبيقعد على الترابيزة مع كيت وبيقول لها إنه ما قتلش كريستي ولازم تكون متأكدة من كده وقبل ما مكارثي يضرب النار بيكون موجود عمال مسكين مرايا فبتضايق مكارثي وبيخطئ التصويب وساعتها بيهرب لوثر بأقصى سرعة من المكان بعد ما قدر إنه يتنكر في زي شرطة بعدها فرانك بيروح يوصل كيت للبيت بتاعها وبيباني إنه بدأ يعجب بيها وبيطلب منها تكلمه أي وقت لو لوثر حاول يتواصل معها وبتتصدم كيت لما بتشوف التلاجة بتاعتها مليانة أكل وبتعرف إن أبوها كان هنا وفعلاً أول ما بيمشي فرانك بيظهر لوثر فبتسأله كيت ليه ما سبش البلد وهرب وهنا بيحكي لها عن كل اللي حصل قدامه بيأكد لها إن رئيس الجمهورية هو رجالته اللي عليه بصمات الرئيس وبيجهز بعدها لوثر علشان يخرج من المكان وبيودع بنته وبيعمل لوثر مكيدة لجلوريا وبيبعت لها عقد ألماز كان بتاع كريستي لكنها ما تعرفش وبيزور قمدة الرئيس علشان تفهم جلوريا إن الرئيس هو اللي بعته لها وعلى الأساس ده بتروح الحفلة متأنقة جداً وبيتصدم الرئيس لما بيشوف العقد معاها وبيرقصه سوا وبيفهم منها اللي حصل لكنه بيصدمها إن العقد ده بتاع كريستي واللص ضحك عليها علشان تلبسه وتسير الشبهات حواليها وبيجمع حراس وكلهم وبيعرفوا موضوع لوثر وإنه لص محترف ومش عارفين يلاقوه لكن الرئيس بيبقى متدايق وبيطلب منهم يقتله كات علشان لوثر يخاف ويظهر قدامهم وطبعاً الكلام ده ما بيكونش عاجب بيل لكنه ما بيقدرش يتكلم وهنا بيتصل لوثر على فرانك وبيعرف منه إن حراس الرئيس طلبوا إنهم يحموا كات بنفسهم فبيقفل لوثر السكة بسرعة علشان يروح يلحق بنته لإنه فاهم إنهم هيموتوها وفعلاً أثناء ما كانت كات بتسوق العربية بتلاقي عربية وراها عما لا تدفعها لحد ما بتقع من على الجبل والعربية بتتدمر تماماً وبيوصل لوثر وبيوديها للمستشفى لإنها بتبقى لسه عايشة فبييجي حارس الرئيس وبيكون عايز يديها حقنة قتلها على طول علشان يخلصوا من الموضوع ده لكن لوثر كان موجود وبيحق إنه هو بحقنة مخدرة وبعدها بيقتله وكل ده بتشوفه كات لإنها صحيت وبياخد لوثر الجثة بعدها وبيتخلص منها وبيطلع لوثر على فرانك وبيسأله والتر قال إيه لما سألوا ليه كريستي ما سافرتش معاه فبيقوله إنه قال إنها غيرت رأيها مش أكتر فبيمشي لوثر وبيقدر يخضر سواق والتر وبيسوق العربية مكانه علشان يتكلم مع والتر بنفسه وبيبقى والتر حقد جداً على لوثر علشان مفكر إنه هو اللي قتل مراده لكن لوثر بيعرفه إنه رجع الحاجات اللي سرقها منه وبيأكد له إنه ما قتلهاش وبيبدأ يحكي له إن كريستي جات مع واحد وكانوا مبسوطين لحد ما بدأ إضرابها وكانتها تقتله فالحراس اتدخله وقتله كريستي والصدمة الأكبر لما بيقوله إن الرئيس اللي عامل صاحبه هو اللي عمل كده ولما ما بيصدقش والتر كلامه بيقوله لوثر إن الرئيس في المؤتمر قال إن كريستي ما سفرتش علشان تعبانة وما فيش حد يعرف الموضوع ده غير والتر وكريستي فأكيد كريستي اللي قلتله كمان بيطلع السكينة اللي عليها بصمات الرئيس وهنا خلاص والتر بيصدقه لكنه بيبقى مصدوم وساعتها بيوصله لوثر لأسر الرئاسة علشان يقابل الرئيس بنفسه في نفس الوقت اللي بيروح فيه فرانك البيل وبيلاقي إنه قتل نفسه وسايب رسالة اعتذاره جنبها رسائل للرئيس اللي سجلها له عن موضوع كريستي وبيروح على طول يقبض على جلوريا أما والتر فبيروح للرئيس وبيقتله بنفس السكينة اللي عليها بصماته علشان يسمع لوثر وهو عند بنته في المستشفى خطاب لوالتر بيقول فيه إن الرئيس قتل نفسه وبيفضل يقول إنه كان صاحبه وزي ابنه بالزبط لأن الرئيس كان بيعمل معاه كده هو كمان ساعتها بيحس لوثر بالانتصار وكده هي كمان بتبقى فخورة به جدا وبيقعد يرسمها لحد ما تقوم بالسلامة بعد ما قرر يفضل جنبها وما يروحش في أي مكان وبكده بينتيفل منه النهاردة أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action شكرا